أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح سيسي بمراعاة إخراج تفاصيل التصميمات الهندسية الخاصة بالمنشآت الرئيسية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من جداريات فنية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع والعريق على امتداد العصور كما وجه الرئيس السيسي بالتركيز على إنشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنصيق الحضري داخل العاصمة الإدارية وذلك ترسيخا لصورة الدولة المصرية الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة وصرح المتحدث باسم رئيس الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية عربت مصر عن خالص تعزيها لجمهورية النيجر الشقيقة وأسر ضحايا الأبرياء في أعقاب الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف عددا من القرى في جنوب غرب البلاد ما أصفر عن مقتل أكثر من مائة من الأبرياء وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت مصر حكومة وشعبا على بالغ إدانتها لهذا العمل الإرهابي الوحشي مشددة على تضامنها مع دولة النيجر الشقيقة في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف أعلنت وزارة الصحة خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفات وذلك بعد تلقيه من رعاية طبية لزمة وتمام شفاءهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ويرتفع إجمالية المتعافين من الفيروس إلى 150.924 حالة وفي بيانها أعلنت وزارة الصحة تسجيل 648 حالة إيجابية جديدة و43 حالة وفاة أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي وفات أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتية وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة له على تويتر قائلا إن لله وإن إليه راجعون رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي وأحسن مثواك ووضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارات جوية استهدفت عددا من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة مما أصفر عن تدمير عدد من ممتلكات ومنازل الفلسطينيين بالقطاع وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد زعمت أمس أن صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة قرب أحدى المستعمرات في مدينة بئر السبع المحتلة في ختام أول اجتماع لها منذ تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن مهامي دعت اللجنة الرابعية الدولية حول الشرق الأوسط إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وكان مبعوث الربعية قد عقدوا اقتماعا افتراضيا للبحث في سبل العودة إلى مفاوضات هادئة تؤدي إلى حل الدولتين حيث دعت اللجنة للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى تجنب أي عمل أحادي الجانب من شأنه أن يعقد تنفيذ حل الدولتين وفي إشارة خصوصا إلى التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقص الشرقية المحتلتين والمحاولات التي تبذلها إسرائيل لضم أجزاء من الضفة لقى أربعون عنصرا من قوات الحوثي مصرعهم فيما أصيب العشرات في مواجهة مع القوات الحكومية بتاعز جنوبي غرب اليمن وأوضحت مصادر العسكرية أن المواجهات اندلعت عقب هجوم فاشل شنط قوات الحوثي على المواقع المحررة في جبهة الأحكوم وفي محافظة الضالع حيث تم إحباط هجوم لقوات الحوثي في قطاعي الفاخر وبطار شمال غربي المحافظة جنوب اليمن مكبدة إياهم قتلى وغرحة قال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والعراق سيعقدان حوارا استراتيجيا في إبريل المقبل مضيفا أن الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موودة في العراق لتدريب القوات العراقية والتقديم المشهورة لها حتى لا يعيد تنظيم داعش الإرهابي تجميع صفوفه وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جانساكي أن هذا الحوار سيكون فرصة مهمة لمناقشة المصالح المشتركة عبر مجموعة من المجالات تشمل الأمن والثقافة والتجارة والمناخ أجرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المسحة الرسمية للكشف المبكن عن فيروس كورونا وذلك بمجرد وطولها لفندق الإقامة في العاصمة الكينية نيروبي ووصلت بعثة منتخب مصر لنيروبي على متن طائرة خاصة لخوض مباراة كينيا الخميس في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقية بالكاميرون نهاية مجاز التساعة نعود لاستكمال باقي فقرات سبع خيريا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة